فجوابنا واضح المشكلة في السؤال انت في لحظة ما تسأل السؤال شوف يوم ما تسأل السؤال قبل ما تجاوب انت اخسرت الجميع يعني قبل ما تجاوب انت الجواب خصوصا اذا جاوبته بشكل خاطئ اذا انت في خانة الدفاع وهذا هو المقصود نحن طالبنا الحكومة البريطانية وابلغناها بتهديدات بالقتل كثيرة وصلت لي في السفارة شخصيا باعتداءات على السفارة اكثر من مرة منذ انشاء اسرائيل من قبل الغرب وانشاء المنظومة الدولية كلاهما في حالة تعارض كامل لان الغرب قرر ان يضع هذا الكيان فوق كل القوانين وان يكون الاستثناء لكل القاعد علينا ان نبدأ في عملية توعية حقيقية لكل هذه مئات الالاف كيف لهم ان يكونوا مؤثرين في الحياة السياسية مش كافي تطلع في مظاهرة وتروع البيت متابعينا الكرام متابعي منصة اثيرة رقمية اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسئلة الحدث عقب السابع من اكتوبر انحدر مستوى الاعلام الغربي الى مستويات غير مسبوقة من التضليل ونشر الكراهية وتسابق المذيعين والاعلاميين في استرداء اسرائيل على حساب دماء الابرياء في خضم هذا المشهد القاتم كانت هناك اصوات تخوض معارك اعلامية لا تقل شراسة عن معارك الميدان ومعارك السلاح واحد من هؤلاء هو ضيفنا في هذه الحلقة هذه الليلة الدكتور حسام زوملوت السفير الفلسطيني مرحبا بك يا دكتور جيد ان نراك معنا في هذا البرنامج هل تصورت يوما ان تنحدر الدول الغربية وتتخلى عن قيمها ومبادئها الثابتة منذ عقود بهذه الصومة الحقيقة نعم لانه هذا هو تصرف وسياسة الغرب منذ نشأة اسرائيل اولا اسرائيل نشأت بقرار بريطاني من هنا نشأت بوعد بلفور المشؤوم الذي وعد بانشاء وطن قومي لليهود وارسل هذه الرسالة ليهود بريطانيا اذا الوعد كان ليهود اوروبيين بالاساس والاسوأ في هذا هو انه حول الشعب الاصلاني الفلسطيني الذي سكن هذه البلاد لألاف السنين الذي صدر كل حضرات المنطقة الذي كان جسر بين الشرق والغرب حولنا نحن مهد كل الديانات كما تعلم القدس وبتلحم والناصرة حولنا الى non-jewish minorities اقليات غير يهودية تخيل انت هذا قبل مئة وستة اعوام هذا الاستعلاء الاستعماري ومنذ ذلك التاريخ بتوليفة ايديولوجية على استراتيجية على عسكرية على حاجة هذه الدول الاستعمارية للسيطرة والهيمن على المنطقة منذ ذلك التاريخ والغرب بشكل عام يضع اسرائيل فوق اي قاعد اي قانون اسرائيل تم انشاءها تقريبا في نفس الوقت الذي انشئ فيها النظام الدولي بعد الحرب العالمي الثاني اي في منتصف الاربعينات والنظام الدولي انشئ على ويلات الحرب التي تمت هنا في اوروبا الاوروبيين هم من وضعوا هذه القواعد حتى لا يتكرر ما حصل في الحرب العالمي الثاني ولكن منذ انشاء اسرائيل من قبل الغرب وانشاء المنظومة الدولية كلاهما في حال التعارض كامل لان الغرب قرر ان يضع هذا الكيان فوق كل القوانين وان يكون الاستثناء لكل القاعد لهذا اليوم الغرب يحاول تغطية هذا لهذا اليوم الغرب يحاول تعويض ما تقوم به اسرائيل هذا الفشل على المستوى الاخلاقي والقانوني والسياسي تعويضه من خلال جهات سياسية رسمية من خلال جهات اعلامية والاعلام ليس فقط هو من خلال بعض الاعلاميين او الصحفيين المتحيزين لا هذا عمل ممنهج دام لعقود كثيرة عمل ممنهج حتى يزرع في وعي المتلقي البريطاني والاميركي والدولي بشكل عام ان الشعب الفلسطيني هو المعتدي العنف يبدأ منه ان اسرائيل دائما في حالة الدفاع عن النفس هو تشويه متعمد مقصود في كل سؤال يطرح وبالتالي هذه لحظة فارقة وتاريخية وبدأنا نستشعر ان هناك تغيرات حقيقية اخي محمود اما في موضوع تصدي لهذه الادوات الاعلامية وايضا من خلال الادوات الجديدة مثل هذه التكنولوجيا ما نحن فيه الان التي مكنت شبابنا الفلسطيني والعربي ومكنت شعوب العالم خصوصا الجيل الجديد من ان يكتشف الحقيقة سنتي الى هذه النقطة لاحق لكن انا احسدك في الحقيقة على ثباتك الانفعالي في المقابلات الكثيرة التي اجريتها عقب السابع من اكتوبر والمذيعين يرددون كالروبوت سؤالا واحدا حتى بعضهم يذيعوا خبرا انك فقدت جزءا من عائلتك جزء كبير من عائلتك في القصف على غزة هؤلاء الابرياء ثم لا تجد حرجا من ان تسألك بوقاحة دون التعريج على هذه المأساة التي يعيشها العجل كيف ضبطت انفعالاتك في وسط هذه الحالة الغاضبة هذه مهمتي ووظيفتي ان اكون صوتا لشعب السفير هي مهمة 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 ان تكون ضابط لنفسك ان تركز ليس على مشاعرك بل على كلماتك وان تركز على الوصول للجمهور الذي يستمع او يشاهدك وبالتالي نعم كان الجرح غائر وعميق وفعلا في نفس اللحظة والوقت الذي اتلقى فيه اخبار عن استشهاد عدد من افراد عائلتي اطفال ونساء ومدنيين في نفس اللحظة اسأل هذا السؤال هذا يؤشر لك عن الجوقة هي جوقة ويبدأوا انه بتقديم العزاء ومواساة لك ولكن ينتقلوا فورا بعد لحظات ثواني الى سؤال هل تندد هل تندد ليش لانه هو على مدار عقود زرع في عقله وزرع في عقل المتلقي الغربي ان المشكلة الحقيقية هي في عنف الفلسطين انزرعت وان اسرائيل هي في حالة الدفاع عن النفس احيانا بعض الاعلامين الغربيين بيقولوا انه اسرائيل تغالي في الدفاع عن النفس بس هي في حالة دفاع عن النفس هذا اديك لي وبالتالي انت جالس هناك انت جالس موضوع في صندوق في اطار انت خسران قبل ان تبدأ قبل ان تبدأ المشكلة مش في الاجابة دعني اوضع احنا اجابتنا كشعب فلسطيني نحن كعرب فلسطينيين عرب مسلمين ومسيحيين جوابنا واضح نحن ديننا وعداتنا وتقاليدنا ونشأتنا الوطنية وهويتنا واضحة عمره ما كان المشكلة في الجواب واحنا منذ 30 عام كمنظم التحرير ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد ايضا خطابنا السياسي وبرنامجنا السياسي واضح فجوابنا واضح المشكلة في السؤال انت في لحظة ما تسأل السؤال شوف يوم ما تسأل السؤال ديو كوندم قبل ما تجاوب انت خسرت الجمهور يعني قبل ما تجاوب انت الجواب خصوصا اذا جاوبته بشكل خاطئ اذا انت في خانة الدفاع وهذا هو المقصود المقصود ان يضعك دائما في خانة الدفاع ويضع نفسه في خانة الهجوم ويضع الاسرائيلي في خانة الهجوم لاحظ لا يسأل هذا السؤال لاي ممثل رسمي اسرائيلي على الاطلاق مستحيل في حين اسرائيل قامت على اساس تطهير ارقي من الثمانية واربعين واحتلالها وطريقة نشأتها كان في خرق فاضح لكل قواعد القواعد الدولية الى يومنا دوم من السبعين عام لا اليوم وهي تمارس البشائع والفضائع ضد ابسط القواعد البشرية قبل القانونية ومع ذلك لا يسأل انت تتحدث عن حرب ابادة بكل معنى الكلمة يتقصد الاطفال والنساء سبعين فلمنية من من قتلت اهلة الحرب الاسرائيلية خلال الاسابيع السابقة في غزة اطفال ونساء تقصد للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس تعرف في يوم واحد ضربوا كنيس فلسطيني في غزة استشهد 21 مواطن ثلاث اقدم كنيسة ثلاث اقدم كنيسة في العالم انت عارف مؤخرا شو عم باستقصده اسرائيل في هجماتهم الصاروخية المخابس هذا واضح واضح شو هي جريمة الابادة الجماعية شو تعريفها بالقانون الدولي اولا الفعل يعني الفعل هو لقتل اكبر عدد ممكن من مجموعة عرقية ما اما الكل او جزء هذا اولا ثانيا the intent النية النية في تنفيذ حرب ابادة لما بطلع رئيس وزراء اسرائيل في اول المعركة يقتبس الامالك العمالقة من التوراة وانت تعرف ما هذه القصة قصة واضحة في التوراة التي تقول اقتلوا رجالهم ونسائهم واطفالهم وحيواناتهم وابلهم وخيولهم وحميرهم بالحرف بالمناسبة لا تبقوا على شيء لما وزير الدفاع بيقول نحن لا نقاتل بشرا نقاتل حيوانات بشري لما احد وزراءهم يطلب باستخدام السلاح النووي في غزة لما رئيس اسرائيل هيرتسوغ بيقول ان كل الشعب الفلسطيني مسؤول عن ما فعلته حماس كل هذا intent يعني نية واضحة بارتكاب ومع ذلك لا حدا لا احد من الاعلام الغربي التقليدي يسأل اي ممثل او سفير او ناطق رسمي باسم اسرائيل هل تندد بهذا هذا بيدللك انها هي جوق هي منهج هو اتفكر انها هي اعتباطي او عشوائي لا منهج ولا مرة وبالتالي نحن رفضنا هذا ونحن رفضنا ان نكون في خانة الدفاع وتحولنا الى خانة الهجوم وانت شاهد وكلنا مش انا لاحالي يعني واليوم الجميع يتحدث بهذا النهج وبهذه القوة ليش ما سألتش سفير اسرائيل اللي جبته قبل بدقائق لماذا لم تسألوه ان يدين هذه الافعال والفرق ان اسرائيل دولة وحكومة معترف بها في النظام الدولي وبالتالي عليها مسئوليات حسب القانون الدولي تختلف عن مسئولية نون ستيت اكتر يعني مسئولية طرف او مجموعة لماذا لا تسألوا هذا السؤال هذا اولا ثاني لا بيعتبروا هذا انه هو في صالح اسرائيل في نقاشاتهم مع الذين يعرضون السياسة الاسرائيلية يقولون ان اسرائيل دولة ديمقراطية قاداتها منتخبون بشكل ديمقراطي وما ترف بها من قبل العالم المتحضر بينما العكس ليس صحيح وهذا يفترض ان يكون حج على اسرائيل وليس حج على مناهضي اسرائيل انت تعلم ان في هذا جزء عنصري في عنصرية هنا في استعلاء ليش لانه في اللحظة اللي لا يسأل الممثل الاسرائيلي هذا السؤال بالتنديد وتنديد اسرائيل يجب ان يكون الاول لان اسرائيل هي اللي قائمة بحالة الاحتلال والاستعمار والحصار والتطير الارقي مفهوم يعني يعني ما بدوش بصراحة شطارة لكي تفهم كاعلامي انه بتسأل من يبدأ اساس العنف والاحتلال يعني الاحتلال يمنع عنك انسانيتك وحقوقك وهويتك وحركتك يمنع عنك الهواء والماء اسرائيل لما هي بتفتح الماء على غزة وبتسكر الماء على غزة هذا مش قمة العنف في الدنيا قمة الارهاب عندما يعطوا مستوطنينهم في الضفة كل هذه الرشاشات من اجل القتل هذا مش ارهاب ولكن في اللحظة الذي لا يسأل الممثل الاسرائيلي ويسألك شو معناها معناها انك انت تقر اذا جوابت تقر انه دمك اقل اهمية من دم الاسرائيل بتقر انت وبتقر انك انت كشعب يعني لسواثي بمعنى انك انت يعني حياتك ليس لها نفس القيمة واطفالك ليسوا بنفس القيمة واهلك ليسوا بنفس القيمة وإلا كان يجب ان يسأل السؤال للاسرائيلي ايضا تقر في هذه اللحظة انه القصة كلها هي حول ردة الفعل الفلسطيني وليست الفعل الاسرائيلي من الاحتلال اذا يراد لنا وطبعا انا ممكن اكمل لك كثير مصطلحات عديدة يمكن شهادة اشهر الاعلامين هنا زي بيرس مورغن ارهاب بده يستخدم مصطلح الارهاب فيك طب ماشي بنقول له ما هو تعريف الارهاب هنا يصمت اه؟ هنا يصمت لا يصمت لا يصمت شو تعريف الارهاب يا بيرس وغير بيرس انا بدا اقول لك اذا انت مش حافظوا تعريف الارهاب حسب القانون الدولي وامم المتحدة هو استخدام العنف ضد المدنيين من اجل ترهيبهم لاسباب واجندات سياسي هذا هو التعريف the unlawful use of violence against civilians to terrorize them for political agendas حين ننزله على ارض الواقع نجده ينطبق حرفيا بزه على اسرائيل طيب يا بيرس اسرائيل من يوم ما قامت شردت تلتين الشعب الفلسطيني في الثماني واربين واحتلت ما تبقى من ارض فلسطين في السبعة وستين وحاصرت 2.3 مليون فلسطيني اخدتهم رهائن لمدة 16 سنة وكل هذا ومستوطنينها الآن يعيثوا فسادا يقتلوا مدنيين فلسطينيين بدون حساب وعقاب هل تعتبر هذا هل اسرائيل دولة ارهاب عندما يفشل في اجابتك اذا لا يوجد معيار دولي هنا اذا هو فقط يريد ان يوظف معاييره ضد الشعب الفلسطيني فقط اذا هو ينفذ القانون الدولي عندما يكون الموضوع لو علاقة بأعداؤه اما بالنسبة لأصدقائه وحلفائه مثل اسرائيل يتبخر القانون تتبخر الاقواعد يتبخر يتبخر تتبخر المعايير كلها وهنا تكمن ما نسميه منذ فترة طويلة وهذا بدأ منذ سنوات في خطابنا كيل بمكيل ازدواجية المعايير نفاق ما هذا النفاق يعني اوكرانيا بصراحة كشفت كل المصدور اكثر من انت اوكي تعتبر ان دخول روسيا هو احتلال اجتياح وبالتالي ذهبت فورا على كل المحاكم الدولية على المحكم الجنية الدولية وديت الروس وسانت الاوكرانيين في مقاومتهم بالسلاح وارسلت اساطيلك هناك لتساعد الاوكرانيين وتسمي الاوكرانيين مقاومة وتسمي الروس محتلين وكل الكلام ومجتاحين فعلوا كل هذا ولكن في الصورة مقلوبة يغرب بيتك يعني طب على الاقل اقف على الحياد على الاقل اقف على الحياد بس انت تعطي كل رصاصة للمحتل يعني لا اسرائيل للمستعمر للمجتاح وانت بتبعت اساطيلك حتى تحمي المحتل اذا هذه الازدواجية هذه الانتقائية عند الغرب تحديدا وتحديدا ولكن الولايات المتحدة وأوروبا انكشفت وهذا تسبب بهذا الفيض الذي تشاهدونه الان من شعوب هذه الدول الذين تكشفت لهم كل هذا ما هذا ما هذا هل فتفسر هذا وهذه النقطة المهمة متى بدأ المنحنة في التغير هناك نقطة معينة بدأت عندها الرواية الاسرائيلية تتوارى والحقيقة تظهر بشكل ما ثم صار هناك طوفان من السوشيال ميديا من الوسائل التواصل الاجتماعي تبين كثيرا مما خفع على الغربيين العاديين الذين لا يعرفون سوى الرواية التقليدية التي يبثها ليل النهار ما يسمى على رأي أندرو تيت الليجاسي ميديا اللي هي الوسائل الإعلام التقليدية البي بي سي و سين انو وغيرها متى بدأ التغير عندما بدأت تتراجع إمكانية الإسرائيل على التحكم بالمينستريم ميديا و عندما بدأ يكون هناك أولا منابر أخرى ألا وهي وسائل التواصل الاجتماعي و قبل وسائل التواصل الاجتماعي الانترنت احنا قبل الانترنت كان فيه أكم من محطة وأكم من صحيفة مطبوعة هي اللي بتحدد للشعب الغربي للشعوب الغربية ماذا تعرف و كيف تعرفه و متى تعرفه يعني نيويوك تايمز بتحدد و صحيفة و كله هون تايمز و تيليغراف واللي بتدكية والبي بي سي والسينان ولكن منذ أن حصلت هذه الثورة في المعلومات بشكل عام ثم وسائل التواصل الاجتماعي ثم تواكب هذا مع شباب فلسطيني يعني متمكن و شباب عربي متمكن يعني حقيقة قدر أن يخوض المعركة و يبني محتوى مختلف يخاطب في إحنا كنا في الأربعينات عندما انتكبنا و في الستينات عندما انتكسنا كلنا عربيا ما كناش قادرين بالصحيح لأنهم يأجوا مدربين مجهزين على آلة الإعلام و مجهزين على آلة الحرب إحنا يعني شعب فلاح في الأخر يعني ولكن شباب نتعلم و خرج و من تجربة الشتات و المنافي خرج هذا العلم و هذا الإمكانية و هذا طبعا القصة ما صارتش بس مع بداية العدوان على غزة الأخير لا هيتراكم لسنوات الأخيرة و تغذي تغذي في الرأي العام و في الوعي الدولي اللي وصل لذروته خلال الشهر الصابق ذروته لقلال الشهر الصابق ولكن لم يعد الإعلام التقليدي قادر على السيطرة على وعي شعوب العالم تات انتهى واليوم في عنا إطلالة على كل هذه الوسائل واليوم عنا جيل من الشاب جيش في كل مكان اللي بيقدر يخاطب العالم بلغة يفهمها أنا براقب آخر أكم من يوم فلسطينيين بريطانيا على كل شاشات على كل شاشات بريطانيا على كل علام على السكاي و على البي بي سي ما هذا الكوة في الطرح في المنطق في ما هذا يعني اليوم نحن أصبحنا إحنا طردنا من 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 وطننا و من أرضنا ولكن تحول هذا الكم من اللاجئين إلى جيش هدار جيش هدار أقوى مصدر لنا كفلسطينيين هو نص شعبنا في الخارج هذا النصف مش واقع تحت الاحتلال وبالتالي لديه المساحة أخذ فرصته في التعليم والآن هو مشتبك في كل مكان هل تعرضت لأي نوع من المضايقات خلال الفترة فترة الست أسابيع الماضية يعني هناك جهار لابد أن الأصوات التي تروي الحقيقة تزعجها بشكل ما صحيح ونحن طالبنا الحكومة البريطانية وأبلغناها بتهديدات بالقتل كثيرة وصلت لي في السفارة شخصية باعتداءات على السفارة أكثر من مرة وبتهشيم زجاج صيارة رسمية للسفارة وأبلغنا الجهات البريطانية بكل هذا وهذه أخبار لا نسمعها في الوسائل العالمي التقليدية نحن لم نعلن عنها لأنه نريد التركيز على ما يحدث في الوطن ضد شعبنا لم نعلن أول مرة أعلن عنها لك سألتني عنها ولكن نعم هناك تهديد عديد والسلطة البريطانية حققت في بعض من هذه التهديدات واكتشفت هذه المجموعات وكلها جزء من مجموعات المناصر غلاء إسرائيل في هذه البلد طبعا جزء منه تهديد نأخذه بجدية خصوصا أن التهديد يطال عائلاتنا وأطفالنا وهذا شيء جدا جدي ونحن نعرف أن إسرائيل لديها تاريخ أسود كما تفعل في غزة تفعل في الخارج أسود في تقصد الدبلوماسيين الفلسطينيين والناطقين والأصوات الفلسطينية في كل مكان على مدى تاريخها بالمناسبة ولكن أيضا جزء منه أعتقد أنه نفسي حتى يثنون عن مصار بس في أنه مصطلح بالفلسطيني بيقول فشرو اللو هي جبل ما يهزك ريح بما معنى فشرو يعني فشرو يعني لن يتمكن من هذا يعني للبيت رب يحميه والحامي هو الله ويعني إذا الكلمة تخيفهم لهذا المستوى فلك أن تعرف أن هذا الكيان وهذه المنظومة الإسرائيلية هي يعني هشة جدا إذا فقط الكلمة تخيفهم فما بالك حقيقة أن هي هشة يراد لنا أن نقتنع أن خط النهاية بالنسبة لنا كتحقيق حقوقنا أقرب كثير من ما يريد أعدانا لنا لنؤمن فيه إحنا قربين كثيرا دكتور من ثمار معركة الوعي هذه الأعداد الغفيرة الهائلة التي تخرج في صورة بهية كل يوم سبت احتجاجا على استمرار هذا العدوان على قطاع غزة وتساقط الشهداء وارتقاء الشهداء بالآلاف دون صحوة للضمير الغربي هذه الصورة مصداقا لكلامك البعض قلل من قيمتها لكن لو كانت بهذه البساطة الأمور لما وجدت أرفع المسؤولين السياسيين في البلاد الغربية يحاولون شيطنة هذه المظاهرات رأينا وزيرة الداخلية السابقة التي أقيلت مؤقرا تصفها بأنها مسيرات كراهية ورأينا رئيس الحكومة نفسه يحاول بقدر المستطاع أن يحجم من هذه الأعداد في رؤيتك هل تعتقد أن هذا الأمر يؤثر في السياسة الغربية أم أن هذه ضمائر ماتت وكفنت ودفنت يعني القصة ليست ضمائر القصة مصالح وللأسف جزء كبير من مواقف السياسيين في الغرب بشكل عام هنا وفي أمريكا وفي كثير من الدول الغربية وأخرى السياسية تصرف بناء على حسبة الداخلية وليست مصلحة بلد الخارجي يعني أنا أؤكد لك أن مصلحة بريطانيا تصحيح التاريخ خطيئة كبيرة ارتكبتها بنا مصلحة بريطانيا أن يكون لها صورة جيدة في المنطقة لأن بريطانيا تربطها مصالح مع المنطقة اقتصادية وتجارية ونفطية واللي بدكية وعسكرية هائلة هائلة خصوصا مع دول خليج وأضع دول وازنة مثل مصر وشمال أفريقيا وما شاء بالمنطق إذا حسبت القصة هي سياسة خارجية يجب أن يكون موقف بريطانيا معتدل يجب أن يكون موقف بريطانيا متوازن ولكن بريطانيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي فقدت توازنها لماذا؟ لأن السياسيين حسبتهم مختلف حسبتهم داخلية هنا حسبت داخل الحزب من أكثر منهم تقربا لمين من أكثر منهم يمينية وكل هذا من أكثر منهم فتكا بالفلسطيني وقربا للإسرائيلي هذه الحسبة داخلية ما لا علاقة بمصلحة المصلحة العليا لهذه الدول في الخارج يعني اليوم عم بصل للبريطانيين كثير من الرسائل والتحذيرات من المنطقة أنه سمعت بريطانيا تهشمت خلال الأسابيع السابقة في كل المنطقة وستأخذها سنوات طويلة قادمة لإصلاحها إذن تضررت مصلحة بريطانيا أكيد تضررت وتضررت مصالحهم الاقتصادية وأنا بقول لك بريطانيا تعتمد على المنطقة أكثر من أمريكا بكثير إذن هي مصالح سياسي ضيئة فمش حل غير تدفعهم الثمن هؤلاء السياسيين وبدعوا يعني انتخابات على الأبواب العام المقبل هناك انتخابات مفصلية مهمة جدا قد يزح فيها الحزب الذي يحكم منذ فترة ولكن الحزب الآخر أيضا أدائه ليس جيدا صحيح فالمهم مسألة تدفيع هؤلاء السياسة الذين لا يلتفتون للمصالح التي حتى مصالح بلادهم الثمن حتى يغيروا رأيهم متى يبدأ العرب والمسلمون في هذه البلاد الغربية من التأثير في القرار السياسي؟ هذا السؤال المركزي والمحوال السياسة ليست مبادئ وضمير وقانون إذا بنعتبر ذلك مش فاهمين سياسي صحيح يعني السياسة هي جملة من المصالح والأجندات خصوصا للسياسي وإسرائيل وأصدقائها نجحت على مدار عقود منذ نشأتها إلى اليوم إلى أن تصنع من دعم إسرائيل مكافأة كبيرة لأي سياسي في الولايات المتحدة وأنا خدمت سفيرا في واشنطن وأعلم حجم المكافأة الذي يحصل عليها أي سياسي إذا دعم إسرائيل بالباطل وأعلم أن إسرائيل أيضا جعلت من مهارضة إسرائيل انتحار السياسي وفي تاريخ أمريكا وبريطانيا العديد من الأسماء التي تم مكافأتها وتم إنهاءها تنكيل بها تنكيل بها بنشتذكر أسماء وهذا يأتينا للعبة السياسية الأساسية نحن يجب أن ننتقل يجب أن لا نأخذ إسرائيل وأصدقائها على أنهم مثال يحتدى فيه لأن هذه طريقة صحيح ليست طريقة صعبة وليست طريقة أخلاقية لكن على الأقل نتعلم ولكن يجب أن نتعلم أن السياسة تدارها كذا وبالمعنى أن يكون هناك تعبئة حقيقية لملايين من الشعب البريطاني معركة الرأي العام مهمة وترك الرأي العام لنفسه هم حصرون من كل الزوايا هم حصرون على المستوى الرسمي بمعنى حكومات حصرون على المستوى السياسي بمعنى برلمانات وأحزاب حصرون على المستوى الشعبي من خلال من خلال الإعلام بس أيضا استخدموا قوة القانون يعني تشريعات الآن في تشريع في بريطانيا الآن في البرلمان البريطاني يجرم مقاطعة إسرائيل ويجرم حتى مقاطعة المستوطنات يعني بضايا المستوطنات اللي هي غير قانونية واللي هي غير قانونية حسب القانون البريطاني وطبعا هذا الكلام اللي حدث من وزيرة الداخلية هو استخدام البوليس الشرطة البريطانية في معركتها السياسية ضد مواطنين من هذا البلد هذا مشهد يجب أن يدرس ويدرس ويصطقى منه الدروس ونتعلم طبعا تم إقالتها بهذا الضغط الشعبي الكبير وبالتالي علينا أن نبدأ في عملية توعية حقيقية لكل هذه مئات الألاف كيف لهم أن يكونوا مؤثرين في الحياة السياسية مش كافي تطلع في مظاهرة وتروع البيت بالمرة مش كافي إذا تريد أن تؤثر في الحياة السياسية بدك تحاسب عضو البرلمان اللي بمثلك بدك تبعث له رسائل بدك تروح تجلس معه وتقول له ماذا فعلت بدك تتأكد قبل ما تعطي له صوتك ماذا فعل القضايا اللي بتهمك بدك تعمل زي ما بعملوا المؤسسات والمنظمات اللي موجودة هنا ببعثولهم مانيفستو يعني برنامج انتخابي انت بدك تدعم فلسطين بدك توافق على انهاء الاحتلال بدك توافق على مقاطعة كل البضائع غير القانونية اللي يتيجي من اسرائيل بدك توافق على منع تصدير السلاح لإسرائيل التي تستخدمه في جرائم حرب بدك بدك إذا قال آبا تخبه وهذا شرعي وإذا قال لا بتقول له السلام عليكم نحن لا نفعل ذلك نحن حقيقة هذه فعلها صديقنا محمد أمين قبل فترة وقل أخبرنا بها بيقول أنا رسلت العضو البرلمان في الديرة عندي وفي الأول رد عليه بصورة فيها شيء من الوقاح نعم طبع فبعث برسالة أخرى وهدده بأنه لن يعطيه صوته وكل المحيطين الذين استطيعوا التأثير فيهم لن يعطوه صوته فبادر بالاتصال به فورا وطلب الاجتماع معه انت بتعرف متى أعرف يعني تلقائيا أعرف أنه عضو البرلمان أجالوا ألاف الرسائل لما بتصل معي عندما يتصلوا معنا وبدنا نرتب لقاء عاجل بعرف أنه بتعرف أنه مش ضميره صحي لا 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 وصلوا رسائل وضغط عديدة وأحيانا منهم بس بده ينشر صورة مع السفيلة الفلسطينية حتى يعطي انطباع أنه أنا أموري تمام وما شابه طبعا إحنا وعيين لهيك ونعطيش أي صورة إلا إذا كان في على الأقل في موقف واضح ولكن شخص مش كافي ومئة شخص مش كافي وألف مش كافي وكمان أشخاص حتى لو مليون مش كافي نحن بحاجة إلى مؤسسات منظمات نحن بحاجة إلى تنظيم ملايين هؤلاء البشر بشكل يسمح لنا أن نغير صناعة القرار في كل هذه البلدان لمحة فقط باتجاه فلسطين أن مؤسسة جيوش كرونيكل المعنية بالتحشيد لوجهة النظر الإسرائيلية ومراقبة المحتوى الإعلامي المعادي للسامية تفتش في اللايكات العلامات الإعجاب التي يضعها الصحفي في الوسائل التواصل الاجتماعي والبي بي سي بالفعل تحقق مع بعض هؤلاء الذين وضعوا مجرد علامة الإعجاب وبعضهم في سبيله إلى الرحيل عن البي بي سي بسبب هذا أنت لا تتخيل حجم الملاحظة والتجريم والتخويف والابتزاز الذي يمارسه أصدقاء إسرائيل في كل مكان في الآن وبالمناسبة ليس فقط في بريطانيا ولا بس في أمريكا كمان ألمانيا فرنسا في كل مكان أنت لا تتخيل العمل الممنهج لإضعاف أي إطار يدعم الحق الفلسطيني استقدام القوانين والتشريعات أنت لا تصدق في الولايات المتحدة عندما كنت سفيرا بدأوا بتشريع في الولايات المختلفة أن أي هيئة أي هيئة عامة أمريكية يعني مؤسسة تابعة للحكومة يجب أن توقع على تعهد لمشروع العلاقة بأمريكا يعني ملوش دعوة بل بالمنطقة في أمريكا لازم يكون في تعهد أن هذه الهيئة عمرها مقاطعة إسرائيل ولن تقاطع إسرائيل أنت تتخيل الجنون تتخيل الأصلاحة محلية صرفة لا علاقة لها بالعلاقة الدولية والسياسة الخارجية ومع ذلك يهتمون بهذا الأمر وبالتالي هذه الدول التي تسمي نفسها ديمقراطية تستخدم قوة القانون والبرلمانات والبوليس من أجل منع احتجاج شعوبهم على ممارسات إسرائيل غير مصدق هذا الكلام ليس فقط هي تسمح لإسرائيل بخرق فاضح لكل القواعد والقانون الدولية بل هي تسمح لنفسها بخرق فاضح للقواعد الديمقراطية أنت بتعرف أنه في بريطانيا سبعة ستة وسبعين في المية من الشعب البريطاني مع وقف إطلاق نار فولي مظبوط في غز صحيح استطلاعات الرأي تشير إلى نسبك هذه حكومات غربية تتغنى بالديمقراطية بتشوفوا واحدة من أكبر متظاهرات في تاريخ بريطانيا والاستطلاعات واضحة إذن أنت لا تحترم القواعد الديمقراطية والسماع لشعبك ولن تحترم القواعد الدولية هناك مشكلة حقيقية يجب تغييرها حتى لو صارعنا 100% من الشعب البريطاني بدون أن نحول هذا إلى عمل سياسي حكيناه قبل شوي لن نغير هذا يدق نقوس الخطر في هذه البلاد نفسها بالداخل هل تعتقد أنهم سيستمرون طويلا على حريات الرأي التي يسمحون فيها بأصوات مثلك ومثلي أن تتحدث؟ أعتقد ذلك وأعتقد ذلك وأعتقد أن هذه البلاد مرت بحقب صعبة وبتاريخ أسود إلى أن وصلت يعني يوم السبت 11-11 كان أين يوم ذكره؟ الأرمستيس دي الأرمستيس دي يوم الهدنة العالمي وقف إطلاق النار ونحن ذكرنا هذا في خطابنا الأجيال نست يا دكتور ولكن الدول لا تنسى والشعوب لا تنسى ومؤسساتها لا تنسى الذي كل من ذهب وعطى حياته من أجل تلك اللحظة التي يحتفل بها الشعب البريطاني وشعوب الأوروبا والأمريكيان أعطاهم من أجل أن يفسح لهم مجال للتعبير على الرأي ويعطي لهم هذه الديمقراطية وبالتالي الموضوع كبير وهائل وهذه إسرائيل باتت عامل مفسد لكل هذه الإنجازات البشري هي تفسد لندن وبريس وبرلين وتفسد وحقيقة تفسد إنجازات البشر تفسد إنجاز هام وهو بريطانيا ودعني أقول لك وأنا بالفم المليان أنا فخور بالإنجاز البريطاني المختلف عن دول أخرى هنا ويجب أن تقر هذا معي هنا جميع المجتمعات يتعايش بطريقة مثالية هناك احترام مشترك وليس فقط أنت تقبل في بريطانيا على اختلافك لا أنت يتم الاحتفال باختلافك يعني في شارع للعرب دكتورها تأرقل في شارع للإيطاليان في شارع للصينين عن جد يحتفلوا بالاختلاف وبريطانيا نجحت أن لا يكون هناك مثل بريس أو فرنسا أماكن منعزلة للأقليات لا الأقليات فيش أقليات كله عايش أنت تعلم ذلك ومساحة التعبير مهم والمؤسسات اللي هنا مثل الشرطة يعني واضحة محترفة محترفة ومستقلة عن الأداة السياسية يعني مش زي بلادنا سير مارك راولي قال لو وجدته مخالفة للقانون هحضر أيها بالظبط وبالتالي يجب أن نقر ونعطيهم الكريدت عندما يكون هناك كريدت ولهذا كل الذي يحصل من إسرائيل وأصدقائها وكل هذا اللوبي والضغط هو إفساد لهذا الإنجاز التاريخي لبلاد مثل بريطانيا دعنا نذكر الجميع أنه رئيس بلدية لندن مسلم مزبوط ولا صحيح رئيس وزراء بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا قبله من الأقليات رئيس وزراء بسكتلندا مسلم ومرته فلسطينية بالمناسبة وبتعرف أبوها وإما كانوا في غزة من غزة أهلها محصورون هنا خرجوا خرجوا وعادوا إلى سكتلندا ورئيس المعارضة حزب العمال في سكتلندا أنس سارور مسلم وبالتالي الجالية أو مسلمي بريطانيا نجح ونجاح باهر في الاندماج وفي المشاركة والمساهمة في المجتمع البريطاني وإنجاح المجتمع البريطاني وهذا يسجل لبريطانيا يسجل لبريطانيا أنها من الدول القليلة التي لا تحتكم للا لون ولا العرق وبالتالي يجب أن نتحدث مع الشعب البريطاني ومع موثلينه أنه إسرائيل تفسد كل هذا ويجب أن لا تفسد كل هذا يعني معركتنا ليس مع إنجاز الشعوب معركتنا مع الدول التي تريد اقتصار أو التخريب على كل هذه الانجازات من المجتمعات المختلفة وآخر جملة أيضا تصوير هذا وتهويل هذا على أنه صراع ديني لا يوجد صراع ديني وتصدير هذا إلى شوارع بريطانيا أن الموضوع موضوع ديني مسلمين بقية اليهود يتصدرون من المسيرات كله ألاف ألاف اليهود طبعا وبالتالي مهم في هذه اللحظة أن نتحدث بهذه العقلية أن المشكلة ليست مع النموذج والمثال البريطاني مثال يحتدى به المشكلة هي مع تأثير إسرائيل على هذا النموذج من خلال كل هذا الضغط طيب إذا عدنا إلى غزة والمآسي التي نراها كل يوم هل تعتقد أن المزاعم التي ترددت على مدى العقود الماضية وتتهم الفلسطيني بأنه باع أرضه ما زالت تستطيع الوقوف على ساقين بعد أن شاهد الجميع نكبة جديدة بالصوت والصورة 24 ساعة كل يوم تحدث أمامهم وسط عجز عربي يعني العرب ليس قوة يستهم بها عجز عربي عن فتح معبر واحد لإدخال المساعدات الإنسانية والدواء من بدأ هذه الأكذوبة هي الصعاينة بدأوها منذ الـ 48 وقبل الـ 48 وصدروها لبعض الأبواق في العالم العربي وهذه الأبواق استسهلت استخدام هذه الأكذوبة من أجل تبرير عجزهم وفشلهم على مدار التاريخ في الـ 48 و 67 وما تلاها ولكن الحقيقة ما حصل أو يحصل في غزة الآن هو ما حصل في الـ 48 مع فارغ إنه الشعب الفلسطيني في الـ 48 بسبب البشعات التي ارتكبتها إسرائيل بنفس الطريقة الآن هي نفس البشعات يدخلوا على القرى قرى في كل مكان يقتلوا يعني ما هم سجل أنا مش فاهمه يعني طب يرجعوا لوثائق الأمم المتحدة يرجعوا للتوثيق اللي صار في كفر قاسم مدابح ومجازر في كل مكان شعبنا آنذاك ظنّى بوجود سبع جيوش عربية في فلسطين ظنّى أنه ممكن أن يحمي أطفاله ونساءه وعوائله لأيام قليلة يذهب إلى مكان ويرجع تاني ويرجع تاني بس هلّا الشعب الفلسطيني يعرف أنه إذا خرج فلن يعود إذا الخيار بين الخروج والموت فليكن الموت الشهادة أكثر من هيك أكثر من هيك مثال على هذا الشعب يا رجل أنت منذ أن احتلت إسرائيل بقية فلسطين التاريخية مئات الملايين من الدولارات تعرض على حانات ومحلات صغيرة في القدس والخليل مئات الملايين من الدولار ويأبى الناس ولازال شعبك الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني هو الحارس على مقدسات ليست لها علاقة فقط القدس ليست لنا فقط نعم يا عاصمتنا وهي بوصلتنا ولكن هي ملك لكل عربي وكل مسلم ونحن حصل هناك تسريبات قليلة جدا ولكن لازال حراس القدس وسود القدس حاميين لازال حراس الخليل يحمو المسجد الإبراهيمي وكل من حوله لازال حراسنا في كل مكان فحقيقة هي جزء من الدعاية الصهيونية حتى تقلل من هذا من الدم العربي المشترك من الحضارة المشتركة من التاريخ المشترك ومن المستقبل المشترك حتى تقلل من مناصرة العرب استخدمت هذا الشعب الفلسطيني سلبة أرضه وأنا جدي منهم ووالدي منهم وأنا عندما كنت في السادسة من العمر أنا ولدت في مخيم لاجئين في رفح ويعني أقصى الجنوب قطع غزة وبالمناسبة بما أني جنوبي ومن قلعة الجنوب من رفح دعني أتوجه برسالة من قلبي إلى أهلي في الجنوب لأن ما يحصل فيهم هو مضاعف هو أولا هم يتعرضوا لنفس القصف والقتل الجماعي والإبادة الذي يتعرض له أهن في الشمال ولكن أضيف عليهم أن يفتحوا قلوبهم وبيوتهم ويشاركوا ما تبقى من خبزهم ومن مائهم مع أكثر من مليون ومئة ألف من أهلهم من الشمال وأنت لا تتخيل هذه الأسطورة وهذه الملحمة يعني البيت الذي يكفي لخمسة الآن يتسع لمئة وخمسين منهم أختي في الجنوب بيتها كان لأولادها وزوجها الآن عندها مئة وخمس وسبعين وأنا فخور بها وفخور بالجنوب وهذه لحظة أقول لكل من يقول هذه الكذيب فليتعلم من الجنوب وليتعلم من الشمال وليتعلم من غزة كلها وليتعلم من فلسطين كلها من كل فلسطين وليتعلم ليس فقط من 7 أكتوب وليتعلم منذ بداية من مئة عام هناك شعوب كثيرة هذا مهم الحديث أخي محمود شعوب كثيرة تعرضت لما تعرضنا من مؤامرات وتقصد ونكبات واختفت أنا سمعت كثير من السياسيين اختبسوا أنه لو الشعب الفلاني تعرض اللي تعرضت لهم كان اختفى سمع نحن لم نختفي نباقون ومستمرون وننمو عددا وإمكانية ومقدرة وانتزعنا من فك الغرب اللي زرع هذا الكيان عندنا اعتراف بنا وانتزعنا موقع في الامم المتحدة مسيرة التاريخ مش رايحة باتجاههم رايحة باتجاهنا بس هذا ما أجى من بلاش أجى من دم ومن ثورات ومن صمود ومن عنفوان واللي يقول أنه الشعب الفلسطيني غير موحد هذه نقطة مهمة كذب كذب هم يرددون هذه نقطة نحن ننجد من نتحاور معهم الشعب الفلسطيني موحد هناك فرق بين اختلفات سياسية بين فصائل ولكن الشعب الفلسطيني يوحد القتل الإسرائيلي الرصاص الإسرائيلي الصاروخ الإسرائيلي اللي لا يفرق بين هذا جسد طفل لعائلة من حماس ولا طفل لعائلة من فتح ولا طفل لعائلة من جبال شعبي يوحدنا الاضطهاد الذي تهرضنا له كشعب نحن توحدنا ذاكرتنا الجمعية التي تشاهدهم اليوم في غزة النازحين من الشمال إلى الجنوب هم نفسهم لاجئين أنا منهم يوحدنا هذه الذاكرة الجمعية واللاجئين مش بس بغزة اللاجئين في الضفة وفي لبنان وفي سوريا وفي كل مكان نحن لدينا ذاكرة واحدة جمعية إذن يوحدنا معاناتنا وذكرتنا وأيضا يوحدنا هدفنا لدينا هدف بإنهاء هذا الاطياء لدينا هدف بتحرير أرض وبالتالي الشعب الفلسطيني موحد وموحد عمدار تاريخه منذ الثورة الأولى ومنذ الإضراب العظيم كل الشعب الفلسطيني ملتزم والثورة ثورة ياسع عرفات كل الشعب الفلسطيني ملتزم كل فلسطيني من أي تنظيم هو ابن ياسع عرفات وبالتالي نحن طبعا ابن ياسع عرفات وبالتالي وياسع عرفات ترك لنا تمثيل موحد لنا عنوان واحد عنوان سياسي ووطني ودولي ومعنوي ألوها ومنظم التحرير هذه مضلة هذه مش حزب هذه مش فصيل هذه تشمل كل الفصائل الفلسطينية وناقص حماس وبالتالي في يوم من الأيام يجب أن نتناقش فيما بيننا ولكن الشعب الفلسطيني موحد ولديه نظام سياسي شرعي معترف فيه بكل العالم جاء بعد نضال طويل نحن من الثمانية واربين للخمس وستين إلى أن أصبحنا لنا صقف وبيت وعلم وعنوان ومن الخمس وستين إلى الثمانينات إلى أن بدأ العالم يقربنا ويفتح لنا صفرات هذه مسيرة مهمة ويجب أن لا يبدأ التاريخ من نقطة واحدة يجب أن نتذكر أن هذا نضال شعب على مدار مئة عام وحقيقة في كل مرحلة هذا الشعب قادر على أنه يستمر في مسيرته رغم رغم البطش والجرع بالعكس هذا البطش يعني من ثمار سمود الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة مؤخرا هذه الكلمات التي تحدثت عنها من أن الجبهة موحدة وأن كل ما يدور من خلافاتها خلافاتها مشية ثانوية وإنما المتن هو الوحدة الفلسطينية أو الصوت الفلسطيني الوحد والذاكرة الشعبية والجمعية الموحدة كما ذكرت من ثمار معركة الوعي أيضا ما سمعناه أو ما شاهدناه في بعض البقع العالم من مواقف مضيئة بلغت الغاية في الشهامة في الحقيقة من بعض الشعوب في أمريكا التي تطرد السفير الإسرائيلي وتقطع العلاقات رغم بعض المصالح حتى هناك بعض الجهات المجتمع المدني التي يتطوع فيها المحامون بالمئات لتقديم شكاوة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب يوميا من قبل حكومة الاحتلال أي تعليق لك على هذا وهم جدا ومهم أن لا يتكرر ما حصل في الماضي أن يكون هناك هبة من قبل شعوب العالم وهبة من قبل بعض حكومات العالم وهبة من قبل بعض المحاميين ولكن بعد أن نصل إلى وقف لا إطلاق النار بعد أن تهدأ الأمور الجميع يذهب إلى بيته مهم جدا أن نؤمن أن هذه نقطة تحول ونعمل ونسعى باتجاه أن يستمر وتستمر هذه الوتيرة ليس فقط من أجل الوقف إطلاقنا يجب أن لا نعود إلى الوضع الذي سبقه سبعة وقتون وضع فيه إسرائيل تستشري فيه استعمارها في الضفة نهشت كل ما تبقى من أرض الضفة يستشري فيه إرهاب المستوطنين في الضفة الغربي يستشري فيه الإبتزازات والاستفزازات في القدس الشريف بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية يستشري فيه حصار أهلنا في غزة على كل هذه السنوات يجب أن لا نعود لهذا ويجب أن نستمر في مسيرتنا الداخلية والخارجية كما فعل الجنوب الأفريقيين إلى أن نصل إلى خط النهاية يجب أن لا نتوقع وأنا أستشعر بكل صديقة أن الوتيرة الحالية التي تتشكل في العالم هي وتيرة قابلة وقادرة لأن تصل معنا لخط النهاية أستشعر أن هناك فرق مفرق هذا مفرق حقيقي جديد أستشعر بلحظة تاريخية أنا كنت أزور الغرب ودرست هناك طالب منذ 25 عام وأتردد على بريطانيا وأتردد على العام الغربي ودرست في جماعاتهم أنا أقول لك ما شهدته خلال الأسابيع السابقة غير مصبوك من ناحية زخمه قوته تنوعه من كل الأعراف والأجناس والأديان والألوان شيء غريب أطفال عائلات زخمه لم أشهد قبل هذا هذا الأثر المباشر على حكومات وأحزاب تهاوت الضغط هائل لم أشهد تغير ملحوظ في الخطاب الإعلامي وين بدأ الإعلام أخي محمود وين بدأ الإعلام في 7 أكتوبر و 8 أكتوبر و أين وصلنا الآن و أين وصل الآن هذا لم يحصل في السنة هناك تغير هناك وتيرة هناك زخم ويجب أن نبني الذي غير الذي أسقط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لم تكن لا حكومة تاكشور ولا حكومة ريجن في أمريكا إدارة ريجن بالعكس كانوا هم مع نظام الفصل العنصري أو لم يكنوا معارضين له حتى نظال المؤتمر الوطني الأفريقي والأهم أنه والحق تم دعمه من حملة كونية لمناهضة نظام الفصل العنصري التي خرجت من لندن هنا كان المنبت وعاصمة الحراك الحملة الدولية هذه الحملة الدولية حملة مناهضة نظام الفصل العنصري فرضت حصار كامل حصار اقتصادي وثقافي وحضاري على نظام الفصل العنصري وشالت سحبت منه الاكسوجين فيش نفس هي شعوب العالم وبالتالي سقط وثم حكومات العالم اضطرت لأن تأتي مع حكومة بس متأخرة كثيرا أو أقول لك بالمناسبة في كل القضايا الأخرى في كل الصراعات الأخرى في كل حركات الشعوب ما كانتش الحكومات هي الشعوب يرجع لأي شيء وبالتالي علينا أن نراهن نراهن على الرأي العام ونشتغل معه كويس الإنسان هو إنسان أخي محمود عندما تقول له الحقيقة ما بيقبل بيقبلش طرد شعوب أخرى بيقبلش التقصد بقتل المدنيين بيقبلش حالة الاضطهاد تنزع المؤثرات التي تشوش هذه المعرفة ولكن هو تغرض لعملية تشويه وتشويش تشويش بالشاء شاء ولا شين بالشين تشويش على مدار طويل وبالتالي اليوم يجب أن نشيل هذه العتمة عنه وأنا بقول لك إذا الرأي العام اشتغلنا عليه مع حراك شعبي في كل مكان في العالم سننزع الأكسجين من حياة هذا الاحتلال وبالشين بشارك الله بالخير سعد السفير هذه رسالة مفعمة بالأمل وممهورة بدماء آلاف الشهداء شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في برنامج أسئلة الحدث على منصة أثير الرقمية السفير الفلسطيني الدكتور حسام زومنط شكرا جزيلا متابعينا الكرام انتظرونا في حلقة جديدة من أسئلة الحدث بإذن الله تعالى في أمان الله اشتركوا في القناة